موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ديف خاص ديفنا لهذه الحلقة هو الدكتور محمد العرسي طبيب فريق رجاء ريادي ورئيس اللجنة الطبية للفريق أكيد أن الحديث سيكون حول إصابات لاعب فريق الرجاء البيضاوي وكذلك حادث لأثار بين قوسين ضجالي وحادث لعب عبدالله الحافظي لتبع الجميع الإصابة التي كانت تعرض لها في المباراة فريق ترجي تونسي ونهات الموسم ديالو كتر القيل والقال على موضوع عبدالله الحافظي وعلى الإصابات ديال اللاعبين لهذه الغرض أرسائنا أننا نستطفع معنا الدكتور العرسي دكتور مرحبا بك شكرا سيبيل العودي شكرا القناة 3060 وشكرا المتتبعي قناة 3060 والجمهور الرياضي الكريم سواء جمهور رجاء أو الجمهور المغربي عامة أكيد دكتور طيلة هذه الأسبوع عانيته من مجموعة الانتقادات ومجموعة التساؤلات التي طرحت حول حالة عبدالله الحافظي كانت صريح من بعد المباراة هذا الدكتور يتكلم عن إصابة غير مقلقة الفحص الطبي بأن الإصابة نهات الموسم لللاعب نهاية الموسم بشكل مبكر يعني إصابة التي هي ليس سهلة كيف كان ربما كيف كان السياق اللي جاء فيه تصريح وكيفش من بعد رسائش وانو تديرو تشخيص وشنو اللي وقع بالطب؟ نعم فمن بعد المقابلة من بعد الإصابة دي اللاعب الحافظي اطررنا كيما شاف الجميع بانخرجوه من سميتو باش ما ما باصلش المقابلة يعني إحنا كنا عارفين بأن الإصابة ديالو شوية يعني بليغة وما يمكن ليش يكمل المقابلة وربما حتى إلا كنت عندو الإصابة بسيطة ربما اتفاقم ديك الإصابة وتقولي إصابة إلى وصل اللاعب بطبيعة الحال فاطرنا باش نخرجوه اللاعب فمن بعد بطبيعة الحال التشخيص السري اللي تخطع عليه في مستوى دع الملابس وكدلك في العيادة ديال الملعب اللي حصدنا أن هذه المقابلة تبين لنا بأنه الإصابة يعني ماشي شي إصابة يعني كبيرة يعني إصابة ربما اللي كنقولوها إحنا في يعني في الترمينولوجي ديالنا بأن الإصابة طاففة بطبيعة الحال بارابور العلامات أو يعني المضاعفات أو العلامات اللي كان كيبينها خلال الإصابة دياله فإذا بي الرجل دياله ما منتفخاش كيتمشي على الرجل عادي ما فيش الألم في رجل دياله قمنا بالفحص السريري يعني حقيقة كين واحد للأكسي تي لي تارت الانتباه ديالنا بأنه ربما يكون الرابط الصاليبي أو لجزء منه من الرابط الصاليبي اللي يقدر يكون من قيوس ولكن هذا المزائل يعني كانت بالنسبة لنا مطمئنة على اللاعب الحافظي ولكن اللاعب الحافظي كان من ناحية من نفسها يعني ماشي كان نقوله متذمر إنما حاس بأن الإصابة يعني ماشي ماشي سالة إذا كان في واحد حالة نفسية يعني صعيبة بزاف يعني من دور الطبيب أو من دور الطبيب ديونتولوجيك ما بقال من ديونتولوجيك من دور الطبيب هو البيانات من الفيزيك ومورال فإحنا نريد نفسية اللاعب تبقى مزيانة ويحتفل مع الأصدقاء بطبيعة الحال بالنتيجة بالكأس وكذلك يتبقى لهم الفرحة ومن بعد ذلك ساعة نشوفوا الحالة من بعد نشخصها لم يكن حالة اللي هي مستعجلة اللي خاصها مثلا أعمالي الجرحية ديك الساعة أو لا يعني عراعينا بزاف الحالة النفسية دي اللاعب كثر مراعينا بطبيعة الحال الإصابة اللي كنا إصابة ديما لإصابة غندركوها غندركوها بالعلاج بطبيعة الحال فبالذلك باش خرجنا بدك تصريح بأنه الإصابة دي السلحة فيدي يعني إصابة ماشي إصابة بليغة وهذا غير يتأكد لنا من خلال الفحص برانين المغناطيسي سمح لي دكتور لا قطعتك شوش ما كانش من الأفضل أنه ما يكونش مثلا تصريح أو ده حتى تتأكد من الحالة حتى نديره الفحص الكامل اللاعب من أجل أننا نعطيه يعني نشخصوا الحالة دياله مشكلتك وش مكشوش أنه كان واحد تصرع ربما نوعا ما منها في التصرع ما فيش تصرع لأن كل شف كل شف اللقطاع كل شف الطريقة باش يعني استضام اللي وقع بينه يعني يعني اللاعب الخصم يعني كل شي عارف بأنه راكين ربما تقدر تكون إصابة إذا كان خصنا ولا بالداب ما نخرجه بأنه راك اللاعب ربما يقدر يكون موصاب ولكن في واحد نسبة لي يعني ماشي كبيرة كبيرة بزا في ذلك أنا بالنسبة لي ماشي كتصرع إنما خففتنا تهديئات الأوضاع تهديئات الأوضاع باش نخفوه تهديئات الأوضاع لا على اللاعب ولا على الأعيلة دياله ولا على الأعيلة دياله ومعات للنفسين دياله لأنه الرعاية النفسية ديال اللاعب ففعلا يعني بعد 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 من اللي رجعنا طبعة الحال الفندوق يعني تمش يعني عاش حياته عادية ما عنده لا ألام لاته شي حاجة تفرج لي يعني لغا دليت مشها معنا مشها معنا خرج معنا يعني يعني النفسية دياله بدت تكترجع والتيقة بدت تكترجع أحسن لهذه العبادة وفسرنا لي بحالة ما إلا كان شي حاجة رغا تكون شي حاجة بسيطة فعلا خلال الفحص برانين المغناطيسي فتبين بأن الإصابة دياله عنده إني لازيون كما كنقولو إحنا ديال الرابط الصليبي يعني لازيون بارسيال لازيون بارسيال معروفين يعني وما عندوش لا إصابة في الهيلاليات كما كنقولو إحنا للمينيسك وربما الإخوان كاميرا ما عارم باش نوري لهم للمينيسك إشنا هما للمينيسك وما هادو ما عندوش الرابط الصليبي اللي هو اللور كادريك ما مقيوش ما عندوش إصابات في الأربطة الخارجية والداخلية وما عندوش إصابة في الغضروف دياله يعني إصابة ناديرة هدي عند السلحة في دي وما فيش نازيف دموي كبير فليغام بينات بأنه عندو يعني اسمته إصابة في المغنط من بعد كي بقى ديك الساعة واش اللاعب خصو عملية جراحية ولا ما خصوش العملية جراحية فكين جوج الحلاز فلاعب هاوي ماشي مشكله يقدري يدرغي بالطرويد أو العلاج طبيعي يمكن يرجع يدير اللي هو يدياله كي ما بغاه ماشي مشكله يعني خصو يكون عندو الركبة دياله تكون مركزة وباش تكون الركبة دياله مركزة خصو يكون لغامون كامل باش يكون لغامون كامل خاصو يتخدع نورمال مان خاصو يتخدع العملية الجراحية فذك شي باش يعني وهذا كنشكر بزاف سي العمل دي المكتب الموسيقى الفارقة رجاء البيضاوي على رأسهم السيزيات اللي عاملو بزاف باش نديروا بعض الاتفاقيات يعني وبعض التشاركات مع أس باير بطبيعة الحال كذلك مع أس بيتر يعني المستشفى الرياضيين اللي خاص بالرياضيين والعلاقات اللي كتربطنا بالإخوان المغاربة ناك نشكر بزاف ديال الأطور المغاربة اللي قيناهم بسير بلاس اللي عاونونا بزاف على هذا المسألة هذه ديال الحافي دياله واللي سهلوه لنا يعني قعد المسائيل هدون يعني وفاد هالظروف يعني كي خاص وحد الوقت عاد باش ديران المغناطيسي عاد باش خاص لإصابة إلى أخيرها عاش تختار العملية الجراحية لماذا دعناه في أسبيتر؟ هذا هو سؤال لأنه إذا كانت الإصابة ماشي بهذه الحدة لماذا لا تدار العملية الجراحية في المغرب وتدار في أسبيتر؟ ممكن تدار العملية الجراحية في المغرب ولكن أسبيتر لديهم خصوصيات كبيرة مستشفى من الطراز العالي أنا زرت بسفة المستشفيات خاصة بالرياضة مختصين في الطبط الرياضي في ألمانيا، في هوراندا، في إسبانيا، في إنكلترا إلى خير في الولايات المتحدة، في أستراليا ولكن ما كانش شي مركز بحال مركز دي الأسبيتر لأنه اللاعب كيتخدع العلاج يعني العلاج اللي خصوص يتخدع عليه مثل بحال العملية الجراحية سلحة في دي تخدع العملية الجراحية مباشرة من بعد كيمشي لمركز الترويد اللي هو جنب بأنسوا بطبيعة الحال جنب مكان الجراحة جنب يعني الدخل في المصحة ومن بعد مركز من بعد الترويد كيف دوليه تأهيل يعني مباشرة من بعد عندهم آلات خاصة عندهم يعني مركز خاص للتأهيل مباشرة من بعد اسمته وعندهم محل مركز آخر فيه كذلك مركز دي لغيية التزاز يعني يعني باش يرجع يرجع يمارس الرياضة ويرجع يبدأ يقيس الكوراة يتداريب دياله إلى آخرين وهذا شيء دائما تحت إشراف أخصائيين دي كادر دهو نيفو يعني دي زنسين شامبيون كيف ما قلوه دي زنسين شامبيون دي موند ومن بعد في آخر المطاف فهو يتخذ عليه اختبار خاص يسميه اختبار ديال البرفورمانس يشوفوا هدلاعب هدا واش رجع كامل البرفورمانس دياله أو لا خاصوا ما زال شي حاجة يخدمها وديك سعاد كش اللي يخصوا يخدمو يا إما كيخدموه هما يا إما كيصفتوا أن رابور للفرقة دياله يقولوا ما زال خاصوا هدلا الجانب هذا اللي يخصوا يتخدم هدلا هدلا الشهادة ما كينش بطبيعة الحال كنقولك في الانديا الكبار ديال أوروبا ما كينش فيها الشهادة كين في أسبيتر فماشي كننقولك نهيك عن المغرب المغرب كان فيها هدلا الشهادة ولكن الشهادة كيددار في المغرب بصعوبة لإنه خاسك من تدير تدير عملية جراحية للعيب خاسك تقلب لي فين غير دير الترويد من غير دير الترويد خاسك تقلب لي شكول اللي غير دي متكاملة من أجل من غير أحل الترويد لا 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 ما كينش ستقلب فين غير دير تأهيل ستقلب شكول اللي غير دير لغير التلاتيزاسيون ستقلب لي شكول اللي غير دير لغير البرفورمانس إسترى داك شي باش ديما اللعب المغربي كيتأخر في الرجوع إلى الميدان اشتركوا في القناة